اهلا بحضراتكم من جديد نروح مع بعض بقى لاخبار قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ومشاء الله عندنا القطاع زي ما عرضنا الحلقة اللي فاتت بالصورة يعني معظم الفرق عندنا متصدرة كل بطولات الجمهورية وكان معنا مدخلة في الحلقة السابقة مع كابتن خالد بيبو وشكرناه كمان على الشغل الاكثر من رائع اللي بيتعامل دلوقتي في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي نشوف اخبارنا دلوقتي وهنتدها مع فريق 2007 اللي قدر يفوز على اسوان 3-2 في بطولة الجمهورية افتتح اسوان اهدف اللقاء وتعادل للنادي الاهلي مصطفى بهجد ثم اضاف محمد اشرف الهدف الثاني وسجل اسوان هدف التعادل قبل ان يسجل البديل محمد طه هدف الفوز للاهلي لتنتهي المباراة بفوز الاهلي 3-2 اقول لحضراتكم برضو التشكيل اللي ابتدى هذه المباراة في حراسة المرمى ايات تامر خط الدفاع محمد السيد وزياد وال ويد متحت ومحمد عاطف وخط الوسط احمد الشيخ ويوسف عبدالقوي ومحمد رافت وحازم عشور ومحمد عبدالفتاح تاحة وفي الهجوم مصطفى بهجد خبر البعد كده عن الكابتن وسامة زاكي المدير الفني لأهلي 2007 اللي قال ان الفريق يسير بشكل جيد في بطولة الجمهورية كل التوفير الكابتن وسامة زاكي اللي قدر السنة اللي فاتت كان متولي فريق 2008 وقدر ياخد معهم البطولة السناد ان شاء الله قادر ان ياخد بطولة الجمهورية مع 2007 تأجيل دوري الجمهورية للشباب لأجل غير مسمى بسبب الامتحانات علشان كده بطولة الجمهورية موليدة 2001 متوقفة بسبب الامتحانات دي كانت اخبارنا نروح بعد النتائج مباريات الاسبوع الرابع من دوري الشباب 2001 اللي متصدروا النادي الاهلي وزا ما قلت لحضراتكم ان فرق او معظم فرق الكطاع متصدرة كل بطولة الجمهورية زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة نتائج مباريات الاسبوع الاربعتاشر من دوري الجمهورية موليدة 2001 الاهلي وجهه اصوان في ملاعب الناشين بمدينة نصر وفاز النادي الاهلي بسنائية نظيفة فوز سموحة على فيوتشر 1-0 وفوز القناة على الزمالك 2-1 وفوز المصري على غزل محلة 4-1 وفوز المقاولون العرب على البنك الاهلي 3-2 فوز انبي على طلع الجيش 2-1 وفوز مصر المقصة 2-1 على حرس الحدود وفوز الجونة على الاسماعيل 2-1 والتعادل اللي جابي 1-1 للتحاد السكندري مع بيرامدس والتعادل السلبي زد مع فرقه نروح النتائج مباراة الاسبوع الثلاثاشر من دوري الجمهورية موليد 2008 فاز الاهلي في ملاعب الناشين بمدينة نصر 1-0 على غزل المحلة ويكون معنا بعد قليل هذه المباراة وملخصة وهدف من الاهداف الرائعة لللاعب عبد الرحمن رامي الشهير بمانو هنشوفه بعد قليل فوز الاسماعيلي على البنك الاهلي بسلسية وفوز الزمالك على الجونة 2-1 3-2 وفوز انبي على فرقه 2-1 وفوز سموحة 1-0 على المصري وفوز وادي دجلة على اسوان 3-2 مباريات فريق 2008